هلا لاحظوا كانت تطلع عن مهتمين كنا في ماشي واضح كنا نسأل ايش ايش تبع تبع فكنا نحكي عن ال الان بدينا نحكي عن لسه ما لسه عم نحكي هلا هون السؤال انا بدي هينفسريش رح اسأل السؤال بنفس الطريقة اذا انا بدي سرعة معينة وكمان نفس الاشي يون روح عبر عنها بي اكس وفي واي independent بي زد بهذا الاتجاه ايش هي السرعات هلا هون هدول بنسميهم توانت laying ايش يعني عادت لم ban Geez Есть Rate عادت للمن bevor баз値 فالجوانت تبع عند هاي الجوانت والفيلوسيط تبع عند هاي الجوانت والفيلوسيط تبع عند هاي الجوانت هل هنا بدا نسأل السؤال من العين عند النقطة هاي عند هذا ال position عند هذه ال position في هاي الوضعية لو انا بدي سرعة وقم بدي الأعينة بهاي الطريقة ايش هم السرعات المطلوبة بثيتا 1 دوت وثيتا 2 دوت وثيتا 3 دوت. ايش ال rate of change دي ثيتا 1 على دي تي دي ثيتا 2 على دي تي دي ثيتا 2 على دي تي دي ثيتا. فيها راح يطلع عندي هون بتنبع فكرة السنجلاريتي تتذكروا حكينا عنها. لانه راح يطلع عندي عند نقاط معينة راح يطلع انه السرعة اللي بدي اياها حتى احقق السرعة المطلوبة هون. السرعة المطلوبة بهدول الجوينت بتكون عالية جدا او انفلت. واللي هي كان مثال عليها ازا متذكرين اللي هو كان مثال عليها. ولاحظوا انه هادة بتعتمد على الوضعية. مش في كل الوضعيات في في وضعية معينة راح يزير في وين بتصير هون عند السنجلاريتي? لما يرتفع يرتفع الطيارة ترتفع تصير ابض بيصير عند هاده النقطة مشكلته هاده هون انه هو تبعه محدده الان. وهو لما يصير ما عنده مجال يتحرك لير هيك وهيك. طب لو في هديك اللحظة الطيارة ما راحت بهذا الاتجاه. راحت بهذا الاتجاه. شو بدو يضطر يعمل? ما بدر يضرب بهاي ويكسرها ويطلع منها. شو بدو يضطر يعمل? بدو يلفها. وديش السرعة اللي بدو يلف فيها هي تسعين درجة. زيرو تان. صارت. فصار هذا مضطر يلف هادي تسعين درجة لان هو مش عارف ما بدر يتنبأ وين هذا رايح. ما بدر يجهز حاله. نفترض هذي الطيارة كانت كأنها نقطة. بعدين قررت تتحرك بهذا الاتجاه. فهذا بدو يلف في هذيك الوضعية تسعين درجة عشان يقدر بعدين ينزل الرشاش عليه. هذي ما نسميها صار عندي في وضعية معينة لانه سيرتن ستيت لهذا صار انا محتاج حتى احقق السرعة المطلوبة بدي تطلع عليها بتشوفوها في هذا هلا هون هذا الروبوت فيه له في وضعية معينة. اللي هو هذا الاب بروبوت. هلا بنحاول اوقف عندهم برح تشوفوا اللي هاي بتتحرك بسرعة عالية حتى تحقق حتى يتحقق هذا السنجلارتي. ما اظن مش هاي هي السنجلارتي بس هلا بتشوفها كمان شوي. هيا هاي النقطة هون عندها يمعتبر سنجلارتي صارت فيه. بتشوفوا هدول الجوينت بتحركوا بسرعة عالية. نفس الفكرة الموجودة هناك. هلا شايفين التعبير شولدر? هلا في كتير من الاحيان بيعتبروا بيعتبروا هادي ويست. ايش ويست يعني? كيف من اكتب ويست? مش دبليو اي اس تي اي. ها? ويست دبليو اي اس تي ايش معناها? فاطر. ويست دبليو اي اي اس تي اللي هي الخصر. هون عادة ما تسميها الخصر. وين بتصير الشولدر? بتوقع هاي الشولدر مش هاي? والرست بصير هون اللي هو والمعصب. البون. تمام هاي البون? وهاي الشولدر? تمام. مخزين الحركة هاي ايش عمالوا بعمل القطعة? عم ترسم مسار. هدا ايش بنسميه? هاي النقطة اللي بعرفها الان. احد الاشياء بنقول انا احيانا ما بيهمني الروبوت بس بنتقل من نقطة لنقطة. ايش بيهمني احيانا? انو يرسم مسار معين. هادي بنسميها path planning. وحتى يتحقق هذا المسار. ان كارتيجان space ايش بدي انجويت space? بدي بما انجوية الروبوت بها تيزعج. ايش بمعظم ايش بمعظم ربصات بمعظم الروبوت البشاكل مخزين تقفئين من غير مخزين هاي كان هكمان سينجيلارتي ألبو سينجيلارتي هاي اذا هوا معتبر زي ما انت حكيت هادا الألبو ها 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 هاي هاي اوكي اذا هادا بالنسبة للا السينجيلارتي هاي 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 هاي